موسيقى مشاهدين كرام مرحبا بكم ككل يومي أحد مع برنامجكم الحواري حديث مع الصحافة ضيفنا لهذا اليوم هو السيد مصطفى الخلفي الوزير المنتدف لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة لمدة ساعة سنعود معه إلى مجموعة من المحاول الأسئلة دلالات وأبعاد المسيرة الاحتجاجية التي عرفتها مدينة حسيمة هذا الأسبوع ودور المؤسسات المدنية والسياسية للوساطة والإجابة عن طلبات ومطلبات ساكنة هذه المنطقة السيد مصطفى الخلفي محببا بك مرحبا شكرا لك شكرا لك شكرا لك يسر أن يكون معي في هذا الحوار سيحسن الأسيبي صحافي بجريد تحت الشراقي سيحسن محببا بك مرحبا سيحسن الله شكرا وسعيد كذلك حضوري لأهمية الموضوع وأيضا سيحمد المدياني سيكريتير تحرير بموقع اليوم 24 شكرا زميل ترابي على الدعوة مرة أخرى والحضور اللقاش كما قال زميل الموضوع لي ومهم جدا إذن منذ أكتوبر الماضي يعني منذ وفاة الشاب محسن فكري رحمة الله عليه المسيرات والوقفات لم تهدأ بمدينة الحسيمة وربما آخرها هي المسيرة التي عرفتها مدينة الحسيمة يوم الخميس الماضي والمتظاهرين شددوا في هذه المسيرة هذه على أن مطالبهم هي مطالب اجتماعية حقوقية وتقافية أنتم في الحكومة كيف تنظرون بصفتكم ناطق رسمي للحكومة كيف تنظرون إلى هذه الحراك إلى هذه المسيرات وإلى الطلبات ساكنة مدينة الحسيمة أولا قبل انطلاق المسيرة مساء الخميس كان مجلس الحكومة في صباح كان نقاش مستفيد على ضوء تقرير لسيد وزير الداخلية لخلاصات يمكن نقول ثلاثة أو أربع خلاصات أساسية بالنسبة إلينا أولا الأمر يتعلق بقضية جماعية بمطالب اجتماعية مشروعة معقولة تعبر عن حاجات ملموسة الأمر لا يتعلق فقط بالمدينة أو بالمراكز مثل ترغيست أو أجدير أو إمزورن أو بنبعيش بل أيضا بمجال قاروي وفعلا المشاكل لا رجعنا المندوبية السامية لتخطيط لا رجعنا لتقرير هيئة الإنصاف المصالحة لا رجعنا لعدد دي الموطاية كل قنفسنا إذا مشاكل تراكمت فعلا طيلة عقود والجهود التي بُدلت بإشراف وبتوجيه من جلالة الملك تقريبا على الأقل في هذا العقد الماضي كان عندها دور والمغرب اختار خيار دي المصالحة إذن القضية الأولى بالنسبة إلينا مطالب اجتماعية مشروعة معقولة في الطرق في الصحة في التعليم في البنيات التحتية في المجال دي الاستثمار في تشغيل وهذا شيء مرتبط بالوضع الديمغرافي مرتبط بالشباب ولهذا كان أول شيء التفاعل السريع لمواصلة المشاريع المطروحة والعمل على الإنصات وهذه القضية التانية أنه لا خيار إلا الحوار خاصة عندما نعود الأحداث انطلقت منذ الحديث المؤلم المؤساوي الذي ذهب ضحيته الأخصي محسن فكري رحمة الله عليه إلى الآن هناك تحركات احتجاجية هناك حراك طابع العام لهذا الحرك أنه طابع سلمي الإحصائيات تتحدث على أزيد من 700 حركة احتجاجية واقفات مسيرات في مدينة الحسيم لوحدها عدنا 145 بعد وقفت فعلى مستوى المنطقة اللي أخذينا هذه الفترة من نهاية أكتوبر إلى الآن رهل هذا الأسبوع الجاي نكمله حوالي سبعة أشهر طابع سلمي السلطات توراب يهودي مناسبة لتنويه ما كانش تدخلت كانت بعض حواديت مثلا اللي وقع في خمسة في بداية فبراير في امزورن ولكن فاشن قوله سبعمية والطابع سلمي في مقابل واحد الضبط ديالنفس لأنه بحسب المعطيات المحلية مثلا في فحد اللحظة نضع عناصر ملتمة لمن يقود يعني العموم المنخرطين في الحركة ديال الاحتجاج كيرفضوا وكيدينوا هذك الناس وضربوا قوات أمر 54 من رجال الأمن وهذه المناسبة باش نحيي والحكمة والضبط ديالنفس باش تبقى الصورة العامة أن بلادنا رأى في 2016 كثر من 11 ألف وقفة احتجاج مغرب بناءه الديمقراطي مشار إذا القضية التانية الإنصات والحوار الخلاصة التالتة هو أن احنا معنيين بتريع هذ الأورش ولهذا الجيس الحكومة انتخذ قرار باش عدد من الوزراء ينزلوا المنطقة كانت سيد رئيس الحكومة وجه سيد وزير الجهيز بدأوا بدأوا في نهاية الأسبوع سيد وزير الجهيز قام زيارة المصار الطريق المضاري المتوسطي قام أيضا بالتتبع والأشغال للطريق السريع ما بينتز الحسيمة عقد لقاء لمدة ساعتين مع الوالي للجهة ومع المكلف الآن بالمهام عمالة إقليم الحسيمة حول الحاجيات لأنه كان الطرق التي تبرمجها في إطار المخطط برنامج حسيمة منارة المتوسط تقريبا الطرق طرق المسالك القراوية راح أزيد من 200 كم 800 مليون درهم وقروا باش يضيفوا أربعة مقاطعة أخرى بناء على الجلسة أمس أزيد من 100 كم المهم وهو كما قلت كين مطالب مشروعة الإنصات والحوار في ظل الواقع الذي يعزز المصار الديمقراطي بلدنا وفي نفس الوقت العمل على صيانة الأمن والاستقرار وحماية الممتلكات والأرواح والعمل والجميع يشتغل في إطار القانون سلطات ومحتجين الجميع وتحترق قمة القضاء سيد خافز كلمتي الآن بأنه كان إنصت الحكومة ولكن هناك من يعيب عن الحكومة بأنه كان هناك بطء في التعامل مع الأمور يعني مثلا بأنك قلت حسن الآن هذه الأيام هذه عاد بدأ حراك دي الحكومة وعمية الإنصت لها شيء آخر بأنه المطالب دي الناس الساكنة المنطقة فهي مرتبطة ونتقلتها أيضا مرتبطة بواقع اقتصادي والشماعي اللي هو وصعب نعطيه واحد مجموعة من الأرقام بأنه تبيب أنه هدناس هدو منزلوش للشارع هكا من عبت أو من فراغ إلا أخذين مثلا من منطقة الحسيمة 43% من السكان ليس لهم لكل ألفين مواطني يعني النصف دي المعدل الوطني هناك أكبر نسبة دي السرطان في المنطقة في المنطقة الحسيمة أكبر نسبة المصابين بالسرطان على المستوى الوطني موجودة في هذه المنطقة يعني بأنه هدو نزلو من أجل لكمي قلتها بأنه مجموعة المطالب مشروعة السؤال اللي بغيت نسألك ما هي مسؤولية الحكومة والمنتخابين في هذه الأمور يعني بأنه بأنه تراكم الحكومة دياركم عندها دور الحكومة التصابقة بطبيعة الحال عندها دور فين كتحدد المسؤوليات الآن حاليا السمسطف الخافي المسؤوليات للحكومة لا يمكن أن تتعرض بمسؤوليتها عندما نقول بأنه بعض المشاريع عرفت تأخيره في الإنجاز أو بعض المشاريع نظرا للانتظارات الكبيرة ولكن كتتخذ وقتنا قيم مثال اللي هو الماء الصالح والصور الإقليم ديال الحسيمة هو من الأقاليم اللي كتعرف أضعف نسب ديال الربط لاخدنا الربط اللي هو مباشير للحسابي كتقول حوالي 14% الربط اللي كتدخل فيه عناصر أخرى بحل نفورات بحل الربط راكن نصره حتى الـ 8% ولكن اللي بغينين نعاجل المشكل ديال الماء الصالح للشور بشكل جيدري خاصة جوج ديال إجراءات خاصة في ظل تساقطة المطارية اللي ما كي ناجم صد ودبره الواد أي مبرمج صد على ودغيس ثم خص تحليات ديال مياه البحر مجوج للمشاعر تكون فاديلو مجوج مليار و800 مليون درهم الصد انطلق في 2016 المشروع ديالو عنده 3 إلى 4 سنوات على المدى المتوسط وغد يحل لنا المشكل ما نقولش جيدريا ولكن لازنع له المحطة ديال تحليات مياه البحر اللي عاد لزاب تالدوفر ديالها خدامين في الصافقات ديالها في المصار باش 500 مليون درهم باش قد يحلنا هذي المشكل نعطيك واحد المثال اللي أنا كنت ستشعر فيه جزء من المسؤولية ووضحة جات هي أقل إنصاف المصالحة تماما فقبل زياد من 10 سنوات 2005 2006 دارت عمليات إنصاف مع المجتمع المدني القوا بأنه ستدر مؤسسة جامعية بالشكل المطلوب وخرجوها كتوصية هذا الأمر ما زال ده بمطروح واحد من التحديات لمرتبطة الإشكالية ديال تشغيل هو هذا طيب الاستثمار الاستثمار عدنا إشكالية ديال العزلة العزلة باش كي يجيك الاستثمار خص فك العزلة واحد من المشاريع عزلة ماشي جاذب واحدة يعني ماشي بأنه فقط تداريس فرضة العزلة يعني بأنه كين دور ديال حكومة ديال دولة فتك العزلة أنا كان نهضر معك بمنطق أن هذه قضية جماعية كين مجهودات تبدلات لأخذينا المشروع ديال الطريق هذه على الأقل واحد الخمس سنوات طريق سريع منتازة للحسيمة نعم الكلفة دياله هتوصل حوالي ربعات المليار ديال الدرهم لا دخلنا حتى نزع الملكية والأشغال ديال وصلت لـ 75% حاليا وهذه من الأمور اللي رمى من الحكومة مش حتى اليوم عادت حالقة ردت لاتة اللقاءات طيلة هذ الأشهر بلا في أكتوبر 2015 جلالة الملك شرف على المشروع ديال الحسيمة المنار المتوسط فكين عمل مش عمل عادت منطلق هي هو عندنا تراكمات كبيرة اللي انطلقت فاشن نعطي واحد المثال أنا أعطيتك المثال ديال مأسالح الشرب أعطيتك المثال ديال الطريق السريع اللي هو مشروع كبير غد يشكل واحد وداز بأكبر عدد ديال النقاط ديال المراكز القاروية بشكلة أساسي نعطيك إشكالية ثالثة اللي هي الصحة والتعليم ديال الآن في إطار من 2015 طلحوا جوج ديال مشاريع كبار على المستوى التعليم المؤسسات تعليمية والبنية التحتية والمؤسسات الصحية تقريبا 500 مليون درهم بجوج وهذا مشروع اللي ينطلق وكي يشغل والوزراء المعنيين به كي ينتقلوا العيد المكان حصلت فيه خطوة ولكن غد يجع تقول لي وش تشي كافي أقول لك لا لأن المواطن الشاب وأنا نعطيك نسبة البيطالة اللي تحددت عليها المواطنية اللي عندنا تفوق 20% ماشي الرقم اللي قلتية 18 تدفوق حتى تصل 21% بمعنى المنطقة انطلقت فيها مشاريع كانت فيها مجهودة انتظارات كبيرة وهذا شي نفهم وهذا شي على غرار مناطق أخرى لجينا نشوف يعني الباكتج اللي كان ديال الاستثمارات لحيدنا المشاريع المرتبطة ديال طريق السريع رعدنا كثر من ربعات المليار ونص ديال الدرهم الصحة في التعليم في الماء الصريح ولكن طبيعي انه مناطق لانه اربع سنوات ديال الجفاف والناس كيشوفوا بان تحرك ما زال موصلش للمداد دياله طبيعي غادي بكون احتجاج اللي كان وهو الان فعلا لاخدنا نهاية مارس كانت زيارة ديال الوزراء وكانت لقاءات مع المنتخبين وكانت نقاش اليوم معدد تشخيار الا امرين الاول سريع الانجاز ديال هاد المشاريع اللي هي منطلقة اخصت صرع وزيد الامان والحكومة هده القرار رقم واحد تاني الحوار والانصط هده هو الخيار اللي كان في اطار القانون في اطار الحماية ديال الامر والاستقرار وفي البداية قلت شنو الدلالات ديال المسيرة كان واحد دلالة كبيرة جدا وهي كتعكس طابع الاصيل ديال الاخوة ديالنا في الريف وديال الاهل ديالنا في الريف طابع الاصيل ديالهم هو النوم هما السد المانيع امام اي واحد بغي يجي يفكر يقول هذه الاحداث سنستغلها باش ندير احتقان سياسي او اجتماعي هما السد ديالنا المسيرة وجهة رسالة ضد اي خطاب ممكن يمشي في هذا المصار وهذا هو اللي مجمونا في الريف شكرا لو في حقيقة لابن نسجل نحييك سيمسطافا لانه ومن خلق نحيي احتى المؤسسة اللي كتبت لها ناطق الرسمي دياله هي الحكومة على الأقل حضرته اليوم باش في برنامج مباشر هذه لابد نسجلها لكن واش مكنتشوفش معايا على انه ره ربما العطب باش نكمل مقاله استعد الله العطب ربما ديال هاد العمل الحكومي اللي حتى احنا صحفيين كان بحثو كان شوفوا الأشياء طالعين على حقائق متعددة والنوكين عمل او جهد مبدول صراحة في المنطقة ديال الشمال عموما والريف بشكل ضمن هذا الشمال مند مند حكومة تناوب التحول وقع من هذه المرحلة هذه وبدأ التراكمات ولكن المشكلة وفي تواصل انه واش ما كتشوفش معايا ان العطب للحكومة لا هاد الحكوم ولا الحكومة السابقة دائما العطب وفي تواصل والمعركة التي يستغلها من يحاول استثمار او توجيه الحراك ديال اهل ديالنا في الشمال في الريف انه هي معركة للتواصل انه في انتير بحك في ما يقدمهم من معلومة وبالشكل الذي يريد وبالتأطير الذي يريد بينما الحكومة وانت كنت وزير ارتصاد وانت ناطق رسمي الحكومة وكتعرف اهمية الصورة واهمية التواصل واش ما كتشوفش معايا ان العطب كامل في ضعف هذا القضية ديالتواصل هذا اللول شيء تاني اللي كان اعتبره مهم واش ما كتشوفش معايا لان الحكومة هي لمواجهة ملف ديالشمال وضمن الريف راه خصو واحد الاستثمار وطني هائل لانه التراكمات التي تحقات بسبب الاقصاء ديالشمال راه الحاجيات ضخمة وضخمة وضخمة جدا اكتر من اغلب مناطق المغرب لك ان هذا تقسيم ديال المغرب النافع والمغرب غير نافع ربما الشمال هو مغرب ومشي غير نافع راه ممكن نسميه نصنفه في باب اخر فبالتالي ان الانتظارات راه هائلة وكبيرة وش ما كتشوفش معايا هراه معالجة هذه المشكل كي تطلب يعني تقنيا وهناك ما هو آنس مستعجل وهناك ما هو ديال المدى البعيد ما تفضلت به الآن هو مندرج في ديال المدى البعيد ديال المدى المتوسط والبعيد ولكن هناك مطالب آنية مستعجلة الان بدائر بالملف ديال المرحوم فكري والقطاع ديال الصيد البحري من بين من بين الحيتيات اللي كي بنيوا عليها هم الأطرحة ديالهم الذين يحاولون سيئس الموضوع هو أنه هذا الموضوع هذا الملف هذا لم يتم تعامل فيه بالشكل القانوني الحقوقي اللازم والحكومة سيكتر بينما تمت مستارة معينة فوش ما كنتشوش معالجة المعركة رهها معركة التواصل انا متفق معك واحد شكل كبير ولا بد من نقداتي في هذا المجال ونجلس الحكومة في جيش معدير والأخير نبه على هذه القضية فاش نقول نقد ذاتي لأن وانا ما عندي مشكلة نصرح لأن في هذه القضية لأن المجهود اللي كيتبدل على الأرض كبير جدا نعم ولكن كالقاو كيفاش نفسروا وكلات أجنبية وقنوات أجنبية كتسبق الإعلام العمومي ديال ما عندناش مشكلة نشوفوا حركة احتجاجية في الإعلام ديال ستكون لدينا الجرآن نقولوا هذا جزء من البناء الديمقراطي ديال تماما وما يكونش لدينا إشكال ولهذا فاشترحت هذا الملاحظة متتفق معك في 12 سنة الأخيرة مجموع ما خصص ورصد في إطار برامج الإقليم ديال الحسيمة الحسيمة 20 مليار ديال 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 كانت تحته على 4 ونص لمدة 4 سنوات 2015 2019 ولكن لاخدنا المصار في المدى القريب اللي إحنا الآن واقعين عليه الآن اللي مطوح عليه كان الإشكاليات اللي مرتبطة بالصيد البحري وكان إشكال مرتبط فعلا بالقرى ديال الصيادين ودرت عليه الجماعات سابقة وتمت المعالجة ديالها ومشاول ولكن كان ما هو أيضا آني في المجال الصحي رعدنا ومشي فقط في إحنا حسيمة وطنيا عدنا 177 مركز صحي مغلق وعدنا الآن تحدي ديالهم المؤسسات التعليمية عدنا إشكال حقيقي ولكن جزء من الإشكاليات الآن معبئين باش تحل في هد في هد الأشهر ومشي فقط في المغرب في الحسيمة بل على المستوى الوطن لأنك هنا مشاريع مطروحة ومطلوب تسريع ديال تنفيذ ديالها في مستوى تاني وهذا اللي اللي خصنا نكون واعين به أنك هنا إشكالات اللي كتحتاج علاج على المدى المتوسط ديبهي الطرق عدنا الآن أزياد من 300 كيلومتر ديال الطرق اللي فك العزلة في العالم في إقلم الحسيمة كله ديبتصور معايا الكلفة الكلفة لقررناها مع المناطق اللي غير جبالية وعادية كتتتضرب في ثلاثة وكيحتاج الأمر إلى دراسات وكيحتاج الأمر إلى تنزيل الساكينة هي خصى وهتشي فيه المنتخبين باش كتتحضر المقاطع لأن الخطاب التي توجه لها هو خطاب فقط لأن الأمور كلها واقفة بينما الحكومة كما لو أنها كما لو أنها تخوف بينما لنشخفوا في المغرب لأن المغرب تخلقوا على المشروع والدليل المسيرة اللي وقعتنا لحد اللي ربح فيها هو المغرب لأنه الخميس عفوا لأنه اللي ربح فيها هو المغرب لأنه لأنه اللي غطت القنوة العمومية هذا غير جواب على ما قال هذا من الأمور اللي غدين إشادة بها يعني تغطط القنوة الإعلام العمومي المسيرة الخميس ما عندناش عقدة نقص حنا ما كان نغطف شي مسيرة اللي هي ضد الدولة ولا الرأي وحرية التجمع هاد شي مكفول بالقانون نعم وراعطيت واحد الرقم ديال 700 أزيد من 700 وقفة احتجاجية في هاد السبعة أشهر منها 145 على مستوى المعدل ديالربعة في اليوم شنو ممكن خطاب جملة أو فكرة أو معلومة ممكن توجهها تناتق رسمي للحكومة توجهها لأهلنا في الشمال باش تطمأنهم على أنه ما هو الإجراء العملي اللي غيد دار قريبا ديال فك المشاكل اللي مطروحها شنو الإجراء العملي للناس في حاجة إلى تطمين هل أنا وردك نقصدنا بالمعلومة الناس في حاجة إلى تطمين في جوجة للأمور أولا أن حقهم في الاحتجاج والخروج سلمي مكفول في إطار القانون باش لأنه دارت واحد الحرب ديال الإشاعات تماما روجت أمور يعني غير متصورة ولهذا هذا تطمين واضح وكانت وشيء تاني وهو الآن كين أولوية الحكومة تخلط القرار أن المشاريع اللي هي مبرمجة سواء قبل 2015 بحل الطريق السريع أو غيرها التسريع في الإنجاز والنزول الميدان بكما يقع نزول مناطق أخرى يقع هذا النزول والإنصات ره مطالب اجتماعية مشروعية اللي تحرك الناس وكتوجهم وبالتالي الإنصات وضحهم سي مصطفى كانت قرصني باسمية الحكومة اليوم أنا كنت سنت لك وكتتكلم على وصف ديال الاحتياجات والمطالب ديال الساكنات الحسيمة وكذلك المناطق اللي هي محيطة بها أو المناطق دريف وكتجولي مطالب الاجتماعية معقولة بنية على تاركم ديال المجموعة من الاختلالات في الجانب الاقتصادي الجانب الاجتماعي البنية التحتية وذكرتي واحدة الكلمة اللي هي مهمة جدا اللي هي النقض الداتي ولكن ألا ترى أنه من غير المعقول أنه ومن كنش هذا الحدث ينقفزوا عليه اليوم المغاربة بغير يفهموا كيفاش الأمر وقعت كيفاش يجي وزير داخلية يقدم تقرير يخرج قيادة الأغلبية حكومية بدون تسمعون الفصال بدون تسمعوا التمويلات الخارجية بدون تسمعوا أمور اللي من بعد ساكنة ديال الريف في المسيرة ديال النهار الخبيس بينتعكسها بشكل مطلق ألا ترون أنه كان هذا التقرير ما المفروض أولا يدخل قبة البرلمان ويتناقش فيها ويتسولوا المنتخبين ويتحزبوا ويجي كل وزير وصي على قطاع معين يعطيه ويدلي بدل وديالو قبل من أننا نخرجوا القيادة الدين الأغلبية ويتقول كلام اليوم اللي يتضح من خيطة بكم أنه كين ندم عليه ولكن هذا الندم خصنا نسمعوه ماشي فقط خرجنا نهار لحد قلنا راكين ناس انفيصاليين قلنا راكين تهديد للسلامة دين المنتالكات العامة والخاصة قلنا مجموعة من الأمور اللي ضرات الناس دالريف للارج أنهم كتبوا احنا ماشي نفيصاليين من البونت العارض وش ما كيباجد لكم ماشي نقيطات ما كيباجد لكم أن هذا التقرير أولا كان خصوص يدخل القبة للبرلمان ويتناقش وثانيا أرى ترون أن قيادات الأغلبية الحكومية أخطأت حين استعملت التمويل الخارجي ونفيصال سمعوا الجاو دي سمت في الخلفي أولا السبب دي المجيء ديالي وهو أن سيطربي كان كيتب بعد جلسة ديال يوم التولتاء في البرلمان وسمعني كانت تحدثت على الإنصغط وعلى ضرورة نهار تلات فمباشرة بعد جلسة تصل بي وقلت له غد ندرس الموضوع وعلى ضوء ديالي قررت أن ننجي لأن هذا جزء من المسؤولية فهذه ماشي مسألات ديال حتى المسيراء يوم التولتاء متصرحة تصدرات على بعض ديال الأحزاب في الأغلبية هذو هم هم كيتحملوا المسؤولية ديال شنو قالوا رغم أنهم تكلموا كأغلبية حكومية الأغلبية الحكومية هي باش نوضح لك الأغلبية الحكومية هو عندنا هنا البيان تصدرات بيان واضح البيان ديالها كانت فيه صريحة كتقول مطالب الاجتماعية ينبغي الإنصاط لها وتعامل معها هذا البيان تانيا وهذا شيء مهم في البرلمان أيضا حتى أحزاب المعارضة حزب السقلال خذوا الكلمة عبروا تفعل أنا أردت عليهم بطريقة إيجابية يوم ثلاثة أو في البرلمان كبل أمر يتناقش في البرلمان السلطة تنفيذية ما غاليش أنا نقول شنو يدير البرلمان هذا عنده اختصاصات وعنده ولكن راح نمشي هذا الأسبوع رأى ثلاثة زيارات دا طابع حكومية وقعت في هذه السبعة أشهر فشنقول لك أزيد من سبعمية حركة احتجاجية المشاكل اللي وقعت في هذه السبعمية أزيد من سبعمية شحال كانت دابا الآن فشنضغل ونحصي وكنقول له واحد في بوكيدان في إيمزور واحد النهار واحد النهار في إيمزور نجوز جمهرات شعناصر ملتمام عنده علاقة بالحراك ديال الريف كنقول له المبارد الحسين بمعنى أمور معدودة على رؤوس الأصابع في مصار بمعنى القرار السياسي المتخذ منذ أكتوبر وهو تعاطي بإيجابية وبحكمة ورفض الاستدراج لأي شيء مع الساكنة والتفهم ديالها لأنه دبانا دبانا نحط راسي في المكان ديالك كان نشي تنوصل لتزع كان نفكر نطلع للحسيمة أنا فاش بغيت نمشي ندير التعزية طريت نخرج في منتصف اليوم باش نوصل مع الحطاش الليل للحسيمة في نهاية أكتوبر الأسرات الأخسين فكري الله يحمونسك طريت نمشي حتلت طوال وندير المدار المتوسطي كامل شنو الإحساس اللي عندي لك تنته رجل تعليم أو رجل صحة وخصك ومو لزم تدوز هدك الطريق وفش نقول بي أنه كانت إرادة سياسية وجلالة الملك حفظه الله اخذ القرار وكان واحد السياق ديال المصالحة اللي هو جلالة الملك أعطى خطاب كي تيلزم الحكومات باش تعمل مع التوصيات اللي وجيها الصادرة على هيئة الإنصاف والمصالحة أماماً واشعرت أنت توصيه تشنو فيها مصالحة كبيرة جداً فش نقوله بأن الرفات ديال الأمير عبد الكريم الخطابي أنه يرجع ويدا مؤسسة لتحفظ الداكرة ديال المنطقة وما تكون لدينا إشكاليات مع التاريخ هذا وحد المصار كبير سمسطف الخطابي النقطة سيحمد المديانين اللي بايركز وبصراحة بدون بلغة خشب واش مكتصبر بأن هذا كل ما صدر عن زعامة مبيلهم سعد ديالعثماني لا سعد ديالعثماني مقاش لا بالحرف ولا بالحرف وتحدير من النزعات انفصالية ويحضر من النزعات انفصالية لا 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 فرق ما بين تقول أن القادة ديال الحراكة بين انفصاليين أو أن تحدير من النزعات انفصالية لا وعلاقات مع الخارج طالب العلي وصفه المسخرين كان عبارة المسخرين وكانت عبارة ديالدارجة خيبة بدون لغة خشب واش مكتصبر بأنه ربما هذا ممكن يكون واحد نوع ديالندم وبأنه ربما هذه الصريحات كانت خاطئة وليست في محلها أنا رأى جوابتك جواب مباشر ونزيد عليها واحد الجملة جملة أخرى في القضية ذي التواصل تفضل أولا يوقعتها مباشر لعموم الحركة الاحتجاجية بأنها حركة انفصالية السيد رئيس الحكومة لم يصدر عنه هذا الأمر وحضر وراء العبارة اللي قلت يا ره دقيقة مش نزع لأن الناس ظهروا في الفيسبوك العلاقة ديالهم بهذه الحركة الاحتجاجية في المسيرة الخامس كانت رسالة واضحة ضدهم ضدهم ديال اقليم ديال الحسيمة اللي غادي يجي يبغي يستغل ولي يقول انفصالية ولا شي حاجة أراه الأهل ديالنا في الريف ضد هذه القضية اللولى القضية التانية تاسي المديني ولا أنا ولا سي الترابي يجي شي واحد يقول لي انت انفصالي شنو أندير ما يجي ليش الغضب ما نتفض ولهذا الله يحفظك وبالتالي ولكن سنتسنى منك كسياسي أنك تاجع لأسمحتي لي أنا ما قلتوش باش نتراجع عليه كنت معك صارح قلت ليك الأحزاب أو الناس اللي يصدر عليها هذا الشي كأشخاص أو كأحزاب تسألهم ولكن أنا كنظر معك كانت قرسمي باسم الحكومة البيان اللي يصدر على مجلس الحكومة كان دقيقة عندما قال يحذر من بعض التصرفات التي تسعى إلى خلق حالة من الاحتقان السياسي والجمع تحذير ولكن أنا الآن واتش عجلت غادي نزيد واحد النقطة تالتة اللي هي فجلت لك تاسي المداني ولا تاسي الترابي ولا أنا أجيش واحد اللي غادي يقول لي أنني أنا غادي باش غادي نخرط الانفصال وانا عارف عارف الاعتبارات ممكن تبين لكم في نهاية الحلقة أن السد اللي عندنا ضد الانفصال هم أهلنا في الريف ومشي الانفصال في شمال المغرب اللي البعض تي وهم كي يحاول يروجو كما كنش في بعض الإعلام الأجنبي ناس لي في الحركة الاحتجاجية ومطالب الاجتماعية المسيرة دي الخميس كان جواب عند كل من بغي يقول رأينا حركة الاجتماعية جنقرنا معي حركات دول أخرى رأي ذاك شي رتون لا ولا يمكن السماح بوصن أهلنا في الريف بأنهم انفصاليين ونعطيك عنصر رابع اللي هو أساسي وبسرعة وقضية دي للتواصل قضية دي للعسكار هذه قضية كنسمعها هذه المدة هذا هو السؤال اللي بغي نسولك أشعر ما كان القضية للعسكار يعني بين الشعارات التي رفعت في المسيرة وبداية من حراكية لا للعسكار يعني بأنه كان واحد ضائر 1958 يعتبر منطقة الحسيمة كمنطقة عسكرية الآن من بين الحجج المطروحة بأنه هذا الظاهر ما زال سريع المفعول وبأن الحسيمة ما زال منطقة عسكرية سيمسطة فالخلفي ما صحة صور التي تشتزد دول لا بلاتي نحن نجاوب على القضية بالآمن لا ما نجاوب على القضية واش فعلا واش فعلا منطقة حسيمة هي منطقة عسكرية بناء على الظاهر دي 1950 وفعلا أنا عندي هنا أمام النسخة دي للضاهر اللي صدر في 24 نوان بير 1958 في الجهيد الرسمية 28 نوان بير 1958 كيقول إقلم الحسيمة منطقة عسكرية عندي نسخة دي للضاهر آخر صدر في الجهيد الرسمية في دي جمبير 1956 كيعتبر منطقة أخرى في وسط المغرب منطقة عسكرية ولكن هالضاهر وما يشابهوها جاء واحد ضاهر نسخها نسخها هالضاهر وقتش جاء جوج دي جمبير 1959 يعني السنة الموالية وقع عليه سي عبدالله إبراهيم بشأن تقسيم الإداري للمملكة ونص على مجموعة الأقاليم لكينا هذا هذا الأقاليم 16 إقليم من هالإقليم دي الحسيمة وكيقول في الفصل دياله السادس تلغى جميع المقتضايات التشريعية السابقة أو التنظيمية المنافية لهذا الظاهر يعني بقى أنه تلغى الظاهر ديال الظاهر للعسكرة اللي صدر في 58 تلغى الظاهر ديال 59 ومن بعد جاءت ضهائر أخرى اللي كتم الحالة المدنية وكتم الانتخابات وكتم الميزانية ديال الإقليم وكتم المرسوم ديال إحداث الجماعات الحضارية والقاروية بالملكة اللي صدر بناء على هذا الظاهر بمعنى هذا القضية ديال الظاهر ديال العسكرة التي تحدث عنها البعض وهي خطيرة لأنه في الش تقول العسكرة بمعنى أوطماتيكيا على المستوى التواصلي تحيل على البوأرطة والطور الاستثمار ما غد يش يجي ما كانش انتخابات ما كانش انتخابات حالة ستنا حالة ستنا فهذا الظاهر والغياب هذا الظاهر مثل الحديث على الدارك الحربي المغرب ما عندوش الدارك الحربي ما عندوش هذا المفهوم ديال الدارك الحربي بوليزاريو اشتغلت كثير على هذا الموضوع اشتغلوا عليه وتبين بان هذا الاشتغال ديالهم عليه خاطئ وما مبنيش على اساس المهم فاشقلت وكان نقطة قد نضيفها على المسألة التواصلية هاد القضية ديال العسكرة فما كانش ممكنش نتحتو على العسكرة لان جه الظاهر ديال الجوج ديجانبير تعده خمسين واللي تسجل برئاسة الوزارة بتاريخ ديال بهذا التاريخ وصدر في الجهيدة الرسمية فربع ديجانبير الظاهر نسخة وألغي ستفى نسخة نسخة أمتعفق مع كيفية شي اللي كتقول الأمر واضحة كنت ظاهر لكينسخهم جمعة من الأمر ولكن ناوكين ناس ما عارفين هشرا جمعة دينا ناس ما عارفين هشرا مشكلة تواصل بغينا نعرفه اليوم أنهم جمعة من نشاطة الحراك ديالريف كينشرون جمعة من الصور كيتكلموا على خيام اللي فيها العسكار اللي فيها الأمن اللي هي خضرة ولكن كينشروا صور ديالإنزالات الأمنية اللي هي مكثفة واش هد الإنزالات الأمنية بالنسبة لكم أنتم كحكومة كنتشوفوها أمر طبيعي لأنه كي واكب واحد لحتي جاججة اللي هي قوية في الريف أو ما كيبنش لكم بأنه شوية يعني أكثر من اللازم أو أكثر من المطلوب إلا كان الناس أهل ديالنا في الريف هم كيحميوا سيارات الأمن هد شي جاء في حد سياق ديالناس كانوا كي يعني هد هد ترويج ديال واحد العدد من الأمور منها ما هو صحح ديال تعزيز القدرات ديال قوة حفظ الأمن ومنها ما هو غير صحح لاحظوا في بعض شبكة الاجتماعية تحدثوا على الدبابات كيمشوا في فصل حفظ وهذا نشر في باريز للأسف هذا نشر في باريز هذا الخبر نشر في باريز ومن قبل مواطن مغربي وكي تقال هذا الكلام لي ماشي صحح إطلاقا حرب إشعاء وكان أمور أنا كنقول دايما الواحد رأى تطورات الأحداث كتكون يا في حدة دليل شنو وقع تطورات الأحداث هي المسيرة التي مرت تماما ومرت في إطار سلمي والناس شافوا صور أخرى ديال أن الشباب اللي كانوا في هذا الحراك هما أيضا كيدروا السيطة لبشرية اللي كيحميوا في هالممتلكات ديال الناس وما كانش عقدة مع وجود رجال الأمن صيارة ديال الأمن بطريقة عادية وهذا شيء مهم مهم أن المغرب بما حصل مش فقط نهر الخميس بهذا المصار وبما يقع اليوم بكل مسؤولية فاش قلت لي هنا إشكالية ديال الاتصال والتواصل قلت لك فعلا هذه أنا كان قللك كنقد ذاتي هذا مشكل لأنه واحد نهاية المطاف تضاعف المفعول ديالها بسبب أنه ما كنش تواصل في الحين ولكن كن واحد مجهود لي أنا فاش نشوف ما تنسي الولي الجهة سيلي عقوبي وكينزل شبه مقيم تنسي اللقاءات في هاتي اليومين اللقاء مع الناس دي الوزارة الجهيز على الأمور اللي خصى التعارج وينزل للشارع ويتواصل مع الناس ويتحدث معهم ويعطي إشارة لأنه في نفس الوقت اللي إحنا معنيين بيحل إشكالات ديالنا أخصى نعرف أنه نحن ماشي في قرية معزولة العالم كي يشوف واحد المستثمر أجنبي أجاد تقول لي أنا بغيتك تدير لي منطقة ديالصنعة السيارات وينذرت الطريق السريع أتخرج من فاسل تزوغة عندك 150 كم غادي توصل في قداد يلي وقتلت مك وراء كذا وتشكلت عنده واحد صورة نمطية سيل بيا يقول لك سمح لي أنا رغيتك تدير استثمار تمك ولكن ما عنديش ضمانات فبيتلحنا معنيين بأمرين واللي هدفش قلتلك السيد الوالي ينزل الميدان ويتحدث مع الناس ويقع تواصل وتشديد على القديد الحوار وتشديد ديال حتى على الغيرة ديالناس اللي في هذه الحركات الاحتجاجية باش تبقى الأمور طبيعية نعم وتعطى إشارة ديال مدينة الحسيمة إقليم الحسيمة منطقة آمنة باش المستثمر هو من دروس أنا صراحة من دروس اللي أجبتني لأن هذا الحراك هذا كل دروس بحقيقة لأنه فيه امتحان ديال الديمقراطية المغربية هذا هو الربح الأكبر في رأيي والمغريب يحقق خطوات إيجابية في هذا الباب لكن واش ممكن تشوف ما يسلم مصطفى أنه من الدروس اللي أعطانا الحراك ديال الحسيمة هو الأزمة السياسة في المغرب عدنا مشكل حقيقي ديال دور الأحزاب دور الوسائط الاجتماعية اللي هي الأحزاب والنقابات والجمعيات وووو في التعاطي مع الصيرورة ديال الحياة اليومية والاجتماعية ديال المغاربة وهنا فيه نبرز على أنه كينا فعلا أزمة ديال السياسة في المغرب اللي خلات على أنه بحل وقع واحد المجتمع بين على نطش وعلى واحد تقدم وعلى واحد المسؤولية بينما الخطاب السياسي وهنا فيه نتقول للمشكلة التواصل المشكلة التواصل لا نحصل لحكومة الحكومة رأي من أحزاب فبالتالي أنا كان أعتقد لأنه رأي عطب السياسة هو اللي ينتج لنا واحد الوضعية مقلقة الآن لخلات على أن فراغات متعددة كي يملؤوها وحدين أخرين تبعا لمصالحهم السؤال عندي في رأيك من المسؤول عن هذا ومن بين الأعطاب ديال المشكلة السياسة في بلادنا لماذا لم يتم تفعيل توصيات الإنصاف والمصالحة مصالحة الناس مع ذاكرتهم ومثالة المصالحة تخلق واحد طمئنان طمئنان هائل في الانتماء وفي زف للأشياء مسمعه السيم صفر خفي هو هو في رأيك كيم إشكال سياسي لأن للحظة في التطور للأحداث كان هيئة منتخبة محلية نعم في الحراك الاجتماعي الناس جوزتها نعم أيضا الأحزاب السياسية والمجتمع المدني وهذا إشكال تم وثم الإعلام لأن التحدي اللي عندنا هو نتعطى بموضوعية ونفش نقول الأحزاب والمجتمع المدني والفاعلين في الفعل الشبابي اللي كان في الحراك الاجتماعي فاش نجيو جميعا نعطي دبا مثال نهار الخميس هذه القضية ديال الانفصال كانت رسالة واضحة من المسيرة ضدها أسي إحنا هو مسد قبل منكم أنتم الشعب المغربين اللي في دكالة ولا في سوس ولا في صحراء قبل منكم إحنا واقفين ضد هذا شيء إحنا هو مسد شيء مهم ولكن في نفس الوقت فش نضروح لأضع في الأحزاب ولأضع في المجتمع المدني ولكن نضروح على بعض الصراحات اللي كتجيو وكلقوها في الشبكات الاجتماعية بحال هذه القضية ديال دبابة ديال مواطن في فرنسا مشاك يروجها أو بضعة أفراد في هولندا ولا في سويد ولا في ألمانيا وكتكون خطابات اللي هي بعض الصراحات وهذا الأمر راه شكل يقد يمشي في المواجهة دياله راه هما الفاعل الحزبي والمدني اللي كي يعتبر مثل هذه الخطابات ونأتك تيجي واحد يتحدث على أن يعني الريف شيء والمغرب شيء آخر هذا ما يمكن شيء يكون بالمطلق أو يوقع الحديث على السعمار العروبي غير مقبول ما قبله أهلنا في الريف هم الأولين ما يقبله قبل أي وحد ولكن أنا بالنسبة لي كنشوف التجاه العام واضح ولكن عدف هذه الوساطة الأحزاب والجمعيات وحتى أنت قلت بأن ولي العقوب يتحرك في المنطقة ونشوف أن وزير الداخلية تحرك دير يعني يجيب لنا بأنه كان فقط وزارة وحدة المكلف بهذا الميل في هذا وهي وزارة الداخلية يعني بأن وزارة الداخلية الآن هي الموجودة في الميل فوش هذا ما يتحرك مشكلة أيضا على المستوى الحكومة يعني أنه المشكلة في الريف ماشي وفقط مشكلة وزارة الداخلية مشكلة أمني فهو مشكلة متعدد فيه صحة تعليم تجيز وأيضا مفكدية المنتخبين يعني الناس اللي موجودين في الجهة الناس اللي موجودين في الجماعات المحلية واش مع أن كيف يكون بأنه فقط الآن تم حصر يعني المخاطب الوحيد الآن للناس هي وزارة الداخلية والولي كين ينبغي تميز بين مستوي مستوي الأول اللي كيرتبط بالإدارة الترابية هناك وزارة الداخلية ولكن لك أنت هي وزارة الداخلية بوحدة هي المخاطبة مشكلة طبعا وهذا اللي كي بلنا أنهالية ونحن الواقع ناخد ناخد نهي الزيارة ديال نهاية مارس ناخد ناخد تحركات ديال وزارة تجلنا مدى وزير جهيز أو قبل مدى السيدة الوزيرة اللي بكلفة بالمع أو قبل ذلك وزراء آخرين ولهذا الأمر لا يتعلق فقط بالمستوى الحكومي راه بناء مؤسستي والمغرب اختار واحد الاختيار ديال الجهوية المتقدمة وفعلا كين تحدي أنا بالنسبة إلي هذه مسؤولية جماعية كين منتخبين برعد نسو وثلاثين جماعة على المستوى الإقليم فاش كان نمشي والجماعات وعدنا يعني كين الجماعات الخمس الأساسية الحسيمال امزوران تارغيست أجدير بن بوعياش وعاد واحد نسيج قراوي إذن كين منتخبين على المستوى المحلي على المستوى الإقليمي على المستوى الجهة ثم كانا مسؤولية على المستوى الحكومة وكانا على المستوى الحزبي المنتخبين لكين على المستوى البرلمان furnes مجلس موهب مجلس موهب مجلس موهب ساشارين كين بناء وفعلا هاد انا مبغيتش نقول ازمة سياسة تحددت على اشكالية سياسية لي ولسه في موقع باش نعطينا دروس الاحزاب ولكده ومسؤولون كل شي تحمل المسؤولية دياله هي ما حصل الخطاب ديال التبخيص ديال دورد الاحزاب او الراه خطاب اراه خطير ماشي فقط خطير اراه خصنعف واحد القضية كي قولك لكي يزرع كي حصد العواصف مانيزور الرحي حصد العواصف كي سيم لون ريكوت لاتمتة بلا فانسير اراه لامش لاوقع لإضعاف ديال الاحزاب إضعاف ديال المجتمع المدني اراف نهاية المطاف ما يتبقاش وصائط الناس ما يلقاوش كيف شاية تحورة عولي تغول فبالتالي يكون عندنا واحد تعاطي موضوعي تعاطي موضوعي مبني على ضرورة تقدير الاهمية ديال الفائل الحزبي والمنتخبين والدور ديالهم وما يكون تشي مشكل ان اي حزب او هيئة او جمعية ان تحمل مسؤولية ديالها لان دي بلدنا جميعا وما حصل في الريف او في مناطق اخرى ديال منك يعطينا رسالة واضحة ديال المستقبل ديال الديمقراطية في المغرب هي مرتبط بوجود احزاب قوية مستقلة فاعلة مرتبط بوجودا مستقبل احمد مدياني انا مسمع ايجب بزاف اهل اسمي عسيد السيد الخلفي اليوم الناس ديال الحراك ديال الحسيمة وحراك الريف او حراك الاقليم كل واحد كيفاش كيسميه كيقولوا في صراحت ديالهم انه لن نعود الى بيوتنا الى حين تحقيق المطالب وما يمكن الشيء واحد يبغي احتجاب في الشارع الا الا كان مجنون ولكن في المقابل اليوم هادي الناس للحسيمة كيسوا لكم اسئلة اللي هي مباشرة شنو هي هذه الأسئلة؟ هو بغينا تحقيق مطالب في شقها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي هل الحكومة على المستوى القريب محضرة برنامج لي هو متكامل؟ كتقول هذه الناس غادي يكون عندكم العدد كده وكده ديال السبطالات وغادي يجيلهم عدد كده وكده ديال الأطباء خاصة فيما يتعلق بالمطلب تاريخي ديال الناس تمى ديال السرطان وكان عرفوا أنها تمى النسبة كتكتل بزر ديال الناس كذلك على المستوى ديال التشغيل كذلك على أن الناس اليوم كتتكلم على استثمار الساحل يعني الناس كتقول لك ودي هذه الاستثمارات وهذه الحسيمة اللي كتشوفوا زوينا هناكي نغيف الكورنيش ولكن الحسيمة الفوق رأيش الفقر الحسيمة الفوق عيش الحرمان الحسيمة الفوق عيشة فقط على مداخل ديال أبناء ديال المهجر ديالها واش اليوم؟ اللي بتيكت نقص حتى نعم بتيكت نقص انطلاقنا من الأزمة واش اليوم الحكومة غتخرج في القريب العاجل وغتقول للناس دي الحسيمة بلغة الأرقام بشي بلغة سوفة هاش نغنديرو واشنغنديرو واشنغنديرو بشي الأمور ما تتكررش كسي مستفى الخلف أنا متفق معك قضية واضحة أن انتظارات الساكنة خصها خطاب مبني على التزامات وفق جدول زماني وبموارد محددة ومؤجراء ولهذا السبب كانت لقاعة قبل رانا للجماعة ديال نهاية مرس راه ماشي جعبة اللي كانت فيها بالإشراف ديال السيد وزير الداخلية أنا داك والتعبئة ديال عدد ديال القطاعات اليوم وعدنا وفد وزاري جمعة من الوزراء أغدين تقلو بدات هادش من هاده اليومين مع وزارة ديال الجهيز باش نعطيك المثال مثلا على المستوى المؤسسات التعليمية عندنا برنامج للغلاف المالي ديالوح زياد من 200 مليون درهم كانت تبرمج في إطار الحسيمة منارة المتوسط وفي عدد من المؤسسات التعليمية وبدأ هادشي البارح را كانت تقرأ في القناة الثانية في هاد تلتيام اللي مشاوزارو في المؤسسات التعليمية اللي إما اكتملت الأوراش ديالها تنهت أو في طور الاكتمال باش تكون جاهزة للدخول المدرسي نفس الأمر في الصحة 300 مليون ديال درهم نفس الأمر في الماء صالح للصف فجلت لك المليار والثمانمية فيها مليار والثلتمية ديال سيد اللي بدأت الأمر ديالو من 2016 واللي المركز ديال تحلية المياه البحر نفس الأمر ديال الطريق السريع منتازة اللي 75% ديال الأشغال وهالغلاف المالي ديالو أرار بعض المليار ديال الدرهم كان جوج المليار ونصف خاصة بالطريق وتزدت عليها مليار وزيادة اللي ارتبطت بالنزع الملكية وبعض الإشكالية سيمسطافة وش مكتشوش 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 فانك نتحدز لك هنا الآن بخطاب فجلت لك أنا بتتفق معاك فعلا بخطاب اللي ينبني على إجراءات محددة عند هاش دول زمانية عندها موارد مالية ومحددة طيب هذه الحراكة الاحتجاجية اللي يوقع مثلا الجماع ديال أمس ديالوزار الجهيز مع الواليد الجيهاو والعامل سيفوزي سيد الواليد اللي مكلف الآن بتدبير العمل والإقليم لاحظ معايا خرجوا من الجماع بإضافة أربعات ديال المقاطع طرقية بيناءً عليش بيناءً على الإنصاط للساكنة وليما كانت شبه مربجة في إطار مشروع المنارة المتوسط وانا هضرت مع السيعمارة قبل مجي قال يارا خرجنا بهذا الربعة تقريباً زيد من مئة كيلومتر بمعنى الإنصاط سريع الوتيرة ديال إنجاز إكمال المشاريع اللي أنا في الشيطة تقول الطريق السريع والسنة 75% يكمل والحوار لأن في نهاية المطاف لا أحد بما فيهم أهلنا في الريف تتصور بأنهم يخرجون الاحتجاج من أجل الاحتجاج كان مطالب مشروع العمل والتعبئة من أجل الإنجاز مصطفى الخلفي الآن غمره الفقرة أخرى اللي هي ستكون عندك سيحسن أسيبي عندك واحدة تدخيق يعني واجه اللي واجه تفضل سيحسن لا هو وش مكتشوش معي سيحسن أسي مصطفى حتى علموث تسوى النفسي والتواصل يخصي تخلق واحد لامباكت تخلق واحد لأتار وش مكتشوش معي أن رئيس الحكومة مع وفد حكومة يخصو ينزل الحسينة رأى مهم جدا رأى مهم جدا أن رئيس الحكومة ينزل الحسينة ويعطي اسمته خطاب ديال التزام للمطمئين للساكنة لأنه ليش لأنه كلما كان واحد الفجوة تواصلية كلما يعمروا وحدين أخرين بشكل يبغاه فأنا رأيي وش مكتشوش معي أن الحكومة على مستوى رئاسة الحكومة خاصة هات من زل الحسينة دي ممكن تكون ممكن وفكرة أنا بشكل شخصية أنا متفق معها الآن إحنا في المرحلة ديال الوزارة ينزلوا يدروا جالسات عمال يدرسوا السيد رئيس الحكومة يتبع العملية بانتظام هو اللي اعطتوا جيباش وزير الجهيز ينزل تبع معه النتائج ديال النزول دياله والآن كين وزراء آخرين وهذه بالأمور مجهز الحكومة الأخير خصص وقت مطول لهذا الموضوع وإحنا كنشغلوا كحكومة في إطار سياسة لانطلقات في 2015 بالإشراف ديالجلالة المالي كين برنامج المنارة المتوسطة كين معطيات أخرى اللي غادي تنتج على عملية ديال الإنسطرات بحل هذا المثال اللي أعطيت على المستوى فك العزلة وهذا أمر اللي احنا غادي نشغلوا فيه باش نجح هذا ما صار لأن المطلب الجماعي وهو أن الحسيمة تقول قطب تنمو استراتيجي لبلدنا بريد نمشي معك لوحد الاتجاه آخر وحد موضوع آخر وهو الجهوية واش ممكن تشوف ما يعني أن إلحاق الحسيمة في الجهة ديالتطوان تنجى فيه خلق مشكل وكان كان نقاش قبل كان نقاش قبل الحسن في التقطيع كان نقاش لأن الطبيعي أن الحسيمة ستمشي مع الجهة ديال الشرق لأن المشاريع الضخمة التي تصبح في النظور بالخصوص الميناء المتوسطي الجديد الغرب المتوسط التي تصبح في النظور بالبنية المهيكلة في المنطقة الشرقية طبيعي بما فيها الطريق التي تفضلت به هي مهمة جدا وكذكرني بطريق الوحدة لأن نفس المكان يديزة تقريبا من نفس المكان على الخرار التي تأتي لربط الشمال بالجنوب وأن هذه الطريقة أنا أعتبرها هي طريق تاريخية صراحة أن هذه الطريقة الجديدة السريعة بين الحسين موتازع هذه تاريخية لأننا فعلا تكسر واحد المنظومة الاهتمام فقط بالشق الأطلسي وبدأينا نهتموه شوية بالمتوسط وما تشوف على أن المشكل تقسيم الجهة ستخلق إيشكال في عشرين تانية عشرين تانية أنا هذا الموضوع كتبعته لو كانت ترف في الحكومة السابقة وكانوا فعلا رأيي أنا كان رأي ذي الشخصي مع الجهة دي الشرق ولكن كانت دفوعات من ناحية الاقتصادية والجتماعية اعتمدت على حركة النقل وحد العدد دي الدفوعات اللي في نهاية مطاف رجحت رأي آخر دباء احنا اليوم إشكال أكبر اللي عندنا وهو أنك موقع إقلاق اقتصادي في واحد العدد دي الأقاليم كينا أقاليم أخرى كتنتظر الحسيمة الجديدة القونيطيرة الداخلة الراشدية الراشدية يعني أقاليم أخرى كتنتظر واللي جاء الوقت باش نبنيو على التاركمة اللي تحقات في هذه السنوات الماضية اللي كانت فيها مشاريع كبيرة مهيكلة ولكن نبنيو للمرحلة المقبلة وبمسؤولية سيمستفى خفيت هذا الوقت سيح من دياني تفضل لازالتقائح ليرك تكلمتوا لمشوعة من المشاريع للأسف في المغرب باعتراف المؤسسات الرسمية وكذلك الجمعات اللي كترافق هاد الأمور كتحاول تقييم ديالها بغيت اليوم نعرفو شنو هي الضمانات اللي غدا تكون عند الساكنة دي الإقليم توجه هاد المشاريع اللي كتنفد وواش ما كيبانش أنه ستكون فاتح هذه الرفق المسؤولية بالمحاسنة يعني هاد الفلوس كان اللي تكلمنا عليها وهاد المشاريع وشكينا ضمانات هذا الحكومة أنها ستنزغ إلى هذا الواقع وأنه إذا كان أي اختلال معين قدر أنه يعود يزيد أزم الأوضاع سيكون ضرب بيد من حديد بهذا المعنى على الناس اللي ممكن أنها تسبب فيه هو الضمانة الأولى تعليمات جلالة الملك والتوجيه ديره والإشراف ديره هذا مشروع انطلق مشرف عليه جلالة الملك في 2015 وهذه ضمانة كبيرة راف واحد الزيارة سابقة اللي الوزراء نزلوا واللي كانت التعليمات واضحة باش يعني نمشيوا في المصار أبعد في العملية دير التنزيل وهذا شيء من نتائج جلاله أن الطريق السريع وصلنا إلى 75% دير الإنجاز وأن الموارد المالية اللي محتاجة هذه المشاريع يوقع التعبئة ديرها في إطار الميزانية العامة وفعلا وقع التعبئة ديرها وبدأنا كنشوفه على المستوى التعليم أرى تقارى الإعلامية مثلا في القناة التانية اللي يبطلت لعدد المؤسسات الناس كنشوفه لا أطار ديرها بمعنى هذه الضمانة الأولى الضمانة التانية أن نحن بنسبة إلينا هذه الأولوية استراتيجية جعل الحسيمة قطب استراتيجي تنموي مثل واحد العدد دي الأقطاب اللي كان فيها عمال فش نقوله ميناء الداخلة ولا الميناء ذقونا قراءة الجديد ولا كانت تحتو على الميناء دي النظور ولا هذا توجه كبير غادي والضمانة التانية هي اللي الضمانة المؤسساتية الحكومة معلم ثم وثالثا الرقابة للبرلمان دبالبرلمان رأى في إمكان لجنة تقصي حقائق في إمكان زيارة استطلاعية لا رأى رأى كانت محطات صعبة ونجحنا فيها نعم ولكن فش نقوله كنا ضمانة مؤسساتية لأنه كان بناء مؤسساتي وكان اختصاصات كتنقل على المستوى الجهات وعلى المستوى البرلمان وعلى المستوى الحكومة فكان بنية مؤسساتية لنحن نشتغلوها هذه تاني بونسابا أو هذه ولاية ثانية عندكم على رأس واحد القطع اللي هو مهم جدا اللي هو التواصل يعني داخل ما بين الحكومة وما بين الناس وش ما كيباش تقول أن الحسيمة درس على أنه ناطق رسمي بسمية الحكومة ما يبقاش انتظر فقط يخرج منك الخميس الخميس بل يكون التفاعل مع الأحداث آني ويكون واحد السرعة باش ما نعطيوش الناس خرين أنهم يأولوا وليفهموا وليشرحوا اللي نرى كش اللي بغت الحكومة أنها تقوله يا فعلا أنا من أكتوبر 2016 لخمسة أبريل كنت برلماني وفعلا جريبة دي الحسيمة فاش كتنتبعها من موقعي كبرلماني ماشي لأنه في ظل حالة تنفي بان بأنه المقاربة التواصلية أخصت تراجع وتعرف ما صار أكبر وهذه من النقاط اللي كانت نقشاته مجلس الحكومة يعني مش فقط من خميس إلى خميس ونرى الإشارة الصحفيين كان أعتذر لما جاوبتش أو ما تمكنش نظر في الشيء في البرلمان ولفش عاجة ولكن ده التوجه مروا الآن لاختيارة ديرك كان هناك ختيارين كما في كل حلقة يعني اختيار أولية صورة الشخص اللي نشوفه الآن هاي الآن كتبين عندك سورة مصطفى الخلفي هاي الآن عندك هنا هاي الآن هذا عبد السلام القاسمي أحد الشهداء دي الحرب الصحراء هو إبل العم دي الوالدة من غزاوة جبالة التي تطل على كتامة على الريف كان خلف سبعين سبعة وسبعين التحق بالقوات المسلحة الملكية الفرقاد الميدلديين ومن سبعة وسبعين هو في حرب الصحراء حتى نوانبير 1983 عندما سقط شهيدة في حرب الصحراء كان في الصمارة وكان كتعرفون الميدلديين كان ينزلو خلف الخطوط الخصوب فهدي مناسبة باش نوجه ريسالتين لأن تحدث معي سترة بالبرح في العشية على اختيار دي الصورة اختار اختار اولا باش يكون واحد العرفان وتقدير هذه المجهودات ولكن الاهم هو انه عبره اهلنا في الشمال جباله والريف ارهم احماو الوحدة دي البلاد ليس فقط في الشمال بل ايضا في الجنوب وقدموا فيها شو هدأ في صغر دي لي في اثناء العطلة دي لي مر على البيت دي النا وكن نجلس معها مرارا حتى جاء الحدد للستيشهات دي دي قبل الوقف النهاية دي الحرب دي الصحراء فهذه مناسبة باش نذكر هاد ناس ونذكر ما قام به اهلنا في الريف وفي الشمال وفي جباله وفي مناطق في المغرب لي بدون تميز وبدون الستناء في الاقاليم السحراوية الجنوبية وكانت افلام وطاعق يدي الناس لي وقفوا من السحراء ولكن اليوم ما دمنا نتحدث على هذا الموضوع هذا هذا ارتس دي النا جميع وكي يوجه لنا دروس باش هاد الاجيال الحالية تواصل المصار واللي بالمسيرة دي النهار الخميس مروا الخيار ثاني على جملة لانضر احب الناس الى الله انفعهم للناس وانا شخص رسالة هي انا شخص وكنت ذكرها لان السيب كيران كي قلنا هاد هاد ناس دي الحزب ما ينصروش بأن نارى الناس يلتحت لي بالانتخابات و لي كانوا واحد سبب من بين اسباب تعين جيل جالس المليك من سوش من سوش وهذه رسالة جالس المليك في الخطاب دي الدورة افتتاح البرلمان العلاقة مع الناس اراها الجوهر العمل السياسي والمصار اللي اخذت مع السيب الى غاية اليوم كنا في خداء دائما دائما العلاقة مع الناس التواصل مع الناس الخدمة دي الناس انتم السياسة باش تكونوا في خدمة الناس بدون تمييز بدون فوارد التوجه اليهم وان المستقبل دي السياسة الحقيقية هو في جهة تكون مرتبط مع المواطنين وهذه مناسبة باش نذكر بهذا الامر شكرا لك وصلنا نهاية البرنامج نصدف اليوم بصفة اكبر بصفتك ناطق رسمي اسم الحكومة كتر منك كوزير منتدى بلدى رئيس حكومة بالعلاقات مع البرنامج ومشار المدني فرصة اخرى نصدفك بصفة ولكن الان كان يعني بأن الحديث الاني هو الاحداث الانية هو الحديث عن ما يقع في الحسيمة ومسيارة الحسيمة شكرا لك مرة أخرى وذكرت بأن الضيف اليوم كان مصطفى الخلفي الناطق رسمي باسم الحكومة اشكر ايضا سيحسن السيبي بصحفي بجهد شاركي شكرا لك الحضور لأسف موضوع شيق ويستحق حلقة أخرى ولم نقول كل ما كان في الكني بغير نقوله صراحة شكرا لك وأيضا سيحمد المديني سكريتير التحرير بموقع اليوم شكرا لك الحضور شكرا لسيخ الفعل التفاول حديث مع الصحافة سيتوقف خلال شهر رمضان موعدنا بعد الشهر بعد هذا الشهر الفضيل وشكرا لكم وإلى اللقاء هلين وعليك السمسطفة الخلفية اشتركوا في القناة